يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة في الجولة التلاتاشر من مصابقة الدوري المصري الممتاز دوري نايل الاسماعيلي والزمالك يتعدلان سلبيا دون اهداف في مباراة على استاد الاسماعيلية مباراة شوتها الاول ما كانتش جيد الى حد كبير من الفريقين شوت تاني تحسن الاداء شوية الهجوم لنادي الزمالك وتحسن ايضا الاداء الدفاعي ليه الاسماعيلي وطأ الله جدا رحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الاسماعيلي في هزي المواجهة عبدالله السعيد شارك النهاردة محمد شهده شارك النهاردة ده من الصفقات الجديدة ومعهم ناصر ماهر لسه لسه يعني الحكم النهاردة على الزمالك والمدرب واللعيبة الجديدة كل ده لسه 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 اي نعم هو مشكلة الزمالك انه كده كده في المعمع وخسران نقاط كثيرة قبل مباراة اليوم فالفكرة بتاعت انه المدرب من حقه ياخد وقته الجماهير مش مستنيه قوي وعايز يكسب على طول عشان يلحق ينافس ولكن الاسماعيلي النحاة التانية عمل مباراة محترمة وتحس الاسماعيلي بيتحسن يوم عن يوم مباراة بعد مباراة وفيه لعيبة حلوة في الاسماعيلي وفيه الناس ماشية بشكل كويس وفيه شغل فني واتكتيكي واضح وفيه اعداء دفاعي جيد وعجبني جدا ان الاسماعيلي اخيرا بقى واقعي هقولك مشكلة الاسماعيلي السنوات والشهور الماضية الاسماعيلي كان بيلعب بفكرة انا الاسماعيلي انا التاريخ انا الاسم انا الفرقة اللي عندي دايما النجوم عظيمة الاسماعيلي في الظروف الكتير قوي اللي احاطت به طوال السنوات القليلة الماضية خلته فريق عنده كثير من المشاكل الفنية الان الكابتن اياب جلال يتعامل بواقعية شديدة جدا فيه وقت اقدر اهاجم فيه فيه وقت اقدر اعمل فيه تحولاته جمية فيه وقت دافع فيه ومش عيب شكرا الاسماعيلي خرج النهاردة الى حد كبير باللي عايزه من المباراة وكان ممكن يخطف المباراة كمان